السلام عليكم ورحمة الله دلوقتي احنا هنتحدّس عن الفرقما بين التوحد الفصام الفصام في شكله كده بيتحدث عن الهلاوس والاوهام. جميل? ان اللي عندوهم اه فصام بالنسبة للطفول اللي حالانا يتحدث عليها بالنسبة لنا عشان احنا بالتوابية الخاصة. بيكون عندهم بعض الهلاوس والاوهام. انه بيتخيل اشياء وبيتخيل انه بيسمع اشياء او بيشوف اشياء غير موجودة في البيئة. اه اللي هو عايش فيها. وده بيزهر لدى اه اطفال اللي عندهم فصام والطفول. بالنسبة لاطفال التواحد لا ده مش موجود عندهم. يميل? طيب. الفصاميون عندهم كده على استخدام الرموز. لكن التواحدين غير قادرين على ذلك. ما عندهم شكل على استخدام الرموز. الاطفال التواحدين عندهم عدم كده على العلاقات الاجتماعية مع الاخرين. الفصام الطفولة لا. هو طفل عادي ولكن اه الفصام اللي عنده بعض الاحان بيزهر ان هو زي ما انا قلت هلاوس اوهام انه بيشوف اشياء او يسمع اشياء غير موجودة في البيئة. وده نقطة مهمة جدا. جميل. اه اه الترابط الكلام بالنسبة للفصاميون غير موجود. بس برضو التواحد اه عندهم برضو مشاكل في اللغة اه بصفة ايه عام. يبقى ده الفرق ما بين فصام الطفولة وبالنسبة للتواحد. طيب لو جينا نتكلم بقى على التواحد والتواصل عندهم التواسل. التواسل اللي عندهم التواسل هما عندهم مشاكل اساسية في الكلام واللغة بس اللغة عندهم موجودة، لrandهم التواسل اللغة عندهم الاحد جب reun nécessaire موجودة لو نتكلمنا عن التواسل بصفة عامة ولكن فيبع عندهم مشكلات في اللغة والكلام اما بالنسبة للتواحد فلا عندهم لو عندهم كصور حاد في استخدام اللغة وعندهم كلمات نمطية متكررة وهكذا. طبعاً واضحة للعاقة السمعية والبصرية بيكون عندهم مشكلات حدة في السمع بالنسبة للعاقة البصرية ولكن هم تفاعلات مجتمعية ممكن يكون عندهم تفاعلات اجتماعية طبيعية. السلوكيات النمطية طبعاً ممكن تكون غير موجودة عندهم بالنسبة للطربات السمع والبصر لكن بالنسبة لا. عندهم سلوكيات نمطية متكررة. تفاعل الاجتماعي عندهم ضعيف جدا. لا. ده بالنسبة للطوابات السامعي لا. او العاقة السامعية مش موجود. يمكن يكون عندهم تفاعل اجتماعي الى حد ما عادي.